سيادة القانون ودعوة واشنطن الى احترام القضاء في تركيا ذلك بيان وزارة الخارجية التركية الذي جاء ردا على الولايات المتحدة التي انتقدت الحكمة بالسجن لأكثر من ثماني سنوات على متين توبوز الموظف التركي في القنصلية الامريكية باسطنبول بتهمة مساعدة جماعة الداعية فتحالا جولين الذي تعتبره تركيا العقل المدبرة لمحاولة الانقلاب عام 2016 مايك بومبيو وزير الخارجي الامريكي انتقد في بيان له ذلك الحكم كونه لم يستند على دليل حقيقي وبالتالي تقوض الادانة اثقة في المؤسسات التركية واصفا اياها بانها اساس العلاقات التركية الامريكية الامر الذي دفع المتحدث باسم الخارجية التركية حامي اقصوي بالرد متهما واشنطن بتجاهل طلبات تسليم انصار جولين المخترقين للبعثات الامريكية على حد وصفه وتسبب اعتقال توبوز عام 2017 بازمة دبلوماسية بين انقرة وواشنطن كما تراجعت العلاقات بين الجانبين الى ادنى مستوياتها وذلك على خلفية اعتقال القس الامريكي اندرو برونسون والذي كان من بين المعتقلين الذين اتهمتهم تركيا بالتجسس ومساعدة المنظمات الارهابية عام 2016 بيد ان الافراج عن برونسون في اكتوبر الماضي احدث انفراجة طفيفة في العلاقات بين البلدين وتزيد هذه المحاكمة تراجع العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بسبب خلافات في ملافات عدة كالحرب في سوريا وشراء تركيا لاسلحة الروسية ورفض واشنطن تسليم جولين ما دفع الطرفين الى فرض عقوبات متبادلة تسببت في هبوط الليرة التركية بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر